في تعز وكما هو الحال في كل مرة تتصاعد وطيرة المعارك في مختلف جبهاتها الممتدة وان كانت طبيعة المواجهات فيها مختلفة الى حد كبير عن بقية تلك المواجهات الدائرة في غيرها من المحافظات بعد اكثر من عامين على الانقلاب وصلت الحرب التي تشنها ميليشيا الحوث والمخلوع الى معظم مديريات محافظة تعز بعد ان التهمت كافة الاحياء داخل مركز المحافظة وفي التفاصيل الاخيرة قصفت الميليشيا المتمركزة في مديرية الغازعية مواقع الجيش في مديرية المضاربة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج وقالت المصادر ان قصفا متبادلا بعد ذلك ظل لساعات طويلة في المديريتين سقط على اثره قتلى وجرحا من الجانبين اما في ريف تعز شهدت جبهة الصل جنوب المدينة مواجهات عنيفة حاولت فيها الميليشيا التقدم الى مواقع الجيش في منطقة الصيرتين غير ان قوات الجيش تصدت لهم واجبرتهم على التراجع حسب المصادر وبالمثل ايضا في جبهات حيفان بالتحديد اندلعت مواجهات اخرى فيما اعلن الجيش تقدمه وتمكنه من استعادة مواقع جديدة في المديرية وهو الامر ذاته الذي دفع الميليشيا الى شن قصفها العنيف على القرى الواقعة في المنطقة لا تكاد الاشتباكات والمواجهات تتوقف في احدى الجبهات لتعود وتشتعل في جبهات اخرى في معركة ذات نفس طويل تحرص فيه الميليشيا على الايغال في الحاق الاذى بالناس في مختلف مديريات محافظة تعز وابقائهم تحت سطوة العنف باجل غير مسمع